السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معدنا مع محاضرة جديدة من محاضرات قناة مستر طريق سعد ان شاء الله النهاردة هنتكلم مع برنامج اليلستريتور وهنشرح فكرة او اداة جديدة من ادوات البرنامج وهي اداة البرسبكتف جريد تول اداة البرسبكتف جريد تول هي اداة بتساعدني في الرسم سلاسي الابعاد او الرسم المجسم رسمة زي الرسمة قدامكم دي الصغيرة دي بفرض ان انا عايز الرسمة دي اه ارسمها بالشكل المجسم اللي قدامي هرسمها ازاي لو حاولت ارسمها باعداية واحدة واحدة صعب جدا ان انا اقدر اعمالها وبالتالي هاتطر استخدم اداة اسمها الاداة دي تعالي الاول نتعرف عليها بسرعة طبعا البرسبكتف جريد تول اختصارة شفت مع حرف البي هدوس عليها بتديني الشكل المنظوري كده طبعا في امكانية وانا بارسم بالاداة ديات ان اتحكم اتحكم في ارتفاع وانخفاض ونسب البرسبكتف اطوله اقصره اقدر النقطة دي برضو بعيدها شوية لتحت او لفوق ابعد واحدة من دول اخدها برا شوية اهو او ارجحها مكانها تاني ولاحظ وانت بتشتغل مع الاداة بيظهر بجنبها مجسم كده عبارة عن شكل مكعب الوقت اللي نشط في المكعب هو الجزء الايه الاسفل معنى كده ان انا بارسم فين على مستوى الارض طب لو انا عايز على مستوى الليفت جريد هدوس كليك هنا بينشط الجريد الليفت فانا لو جيت رسمت اهو هيرسم لي على مستوى مين الليفت طب لو رحت مسلا خدت المستوى بتاع الرايت ورسمت هو اوتوماتيك هرسم لي على مستوى مين الرايت طيب الفكرة بكل بساطة ان انا هستخدم الشكل المنظوري فين نرسم الشكل المنظوري مش بيجي لوحده او الاداة الشبكة مش لوحدها معها اداة مساعدة اسمها ودي بستخدمها لو انا عندي شكل رسمه برا برا الاداة خالص وبعدين عايز بعد ما ارسمه واركبه على مين على الشبكة تعال نشوف مع بعض انا اعمل الكلام ده طبعا الغي الشبكة ازاي بلغيها بكل بساطة عم طريقة ضغط على مين المكعب ده بضغط على الهايت جريد ده فتختفي الشبكة الخالص تعال نشوف هنيرسم دي ازاي اولا انا هرسمها الاول بشكل سناء الابعاد هاخد مستطيل هرسمه المستطيل ده غاية لونه لاي لون انا شايفه مناسب ولكن اللون دوت اللون مسلا عايز اغمقه سنة ممكن اغمقه اهو تمام وهرسم في مستطيل صغير تاني هنا وده هديله لون مختلف شوية اهو وبعد كده هاخد اديت سليكشن وابدأ بمفتاح الالت اخد اناظر ايه كوبي وبعدين كنترول دي عشان يقرر مين اللي انا عملته هظلل بالشفت التلاتة تاني وبمفتاح الالت اخد اناظر كوبيل تحت وبعدين ادوس كنترول دي لغاية ما اخد الايه المجموعة اللي انا عايزها طبعا بعد ما اعمل المجموعة هزبط مين المستطيل بتاعي عليهم لغاية ما تأكد ان الشكل بقى مناسب بالنسبالي الشكل بقى مناسب بالنسبالي اه كل اللي هعمله ان انا اه هزلله كده وهو نفسه اخد منه ايه اناظر كوبي تمام بس في الكوبي التانية دي هخلي اللون فتح شوية عشان يديني مستوى الالوان عشان لما اجا شوفه احس ان في مستوى الالوان مش يعني يديني الزلال يعني هغمقه سنة تمام وهبدأ اعمل جروب لدي كنترول جي جروب وهعمل جروب لدي كنترول جي تمام وهرسم مستطيل كمان تالت ده اللي هيكون بالنسبالي الارضية اللي هشتغل عليها الصيل ده هتدي له جريدينت ممكن ناخد اي جريدينت واغير في لون الجريدينت زي ما تعلمنا بعد ذات الجريدينت اهو هخلي جريدينت لونه جري ناخد لون جري غمقه سنة اهو تمام خلاص خلاصت الجريدينت مش عايز الاداة خلاص بقى معايا المستطيل ده هيكون بالنسبالي مين الخلفية يبقى انا جهزت الرسم بتاعي اهو دي الادوات او الرسومات خلتها كلها 2D طب انا عايز اديها الشكل المنظوري هعمل ايه قالك بقى وروح نشط مين البرسبكتف جريد تول طيب دي انا عايزها فين عايزها على مستوى الليفت نشط الليفت وروح بقى ااخد مين البرسبكتف سيليكشن تول واسحب ده احطه فين هنا وروح انشط الناحية بتاعة الرايت واسحب التاني ده احطه فين هنا تمام الاتنين مع بعض ممكن اعمل لهم ايه طبعا لسه كمان اللي تحت ده عايز انشطه وانشطه منين من اسفل واسحب ده احطه فين في الارضية تحت وممكن ساعتها بقى ايه ازود المسافة بتاعته شوية طيب هو هنا قدام الاشكال عايز ارسله خلف الاشكال قالك دوس كنترول شيفت مع القوس المربع اللي هو حرف الجيم في العربي بيرسل الشكل فين خلف الاشكال كنترول شيفت مع حرف الجيم او القوس المربع تمام خلاص انا زبطت البرسبكتف بتاعي الى قدر ما ممكن استغنى عن مين الوقتي عن الشبكة تمام وبعد ما استغنى عن الشبكة تعالوا هنا هناخد الشكل ده والشكل ده معاه نزلولهم بالشيفت ونعملهم برضو ايه كنترول جي جروب وتعالوا ناخد منها اناظر كوبي بس هناخد اناظر كوبي باداة اسمها سكيل اداة اسمها ايه كلمنا عن سكيل قبل كده السكيل دي هاخدها هغير منها نقطة السنتر اهي وبعدين ادوس على مفتاح الالت واخد اناظر وانا باخد الاناظر كوبي التانية هصغر مين الشكل شوية واخده احطه فين هنا او حسب المكان اللي انا عايزه فيه تمام واخد منه اناظر كوبي تانية بالالت برضو احطه فين الناحية التانية وساعتها برضو ممكن اعمله سكيل وابدأ ايه اصغر برضو الشكل ده شوية لو انا عايزه اصغر انقله في الحتة اللي انا عايزها وممكن اخد ده برضو اعمله سكيل بشي الحجمه اكبر شوية وبرضو بادس السنتر بادوس مرة عالسنتر وبعدين اه بصغره لو عايز هو نفسه هو اللي يصغر او ادوس على مفتاح الالت وانا عايز اخد منه ايه انازر كوبي تمام برضو محتاجين برضو نزبطه شوية هتوصل للحجم اللي انا شايفه مناسب اهو وبعدين ممكن اقبع على المستطيل اللي تحت ده هكبره شوية ازبط حجمه عشان يوصل للشكل اللي انا عايزه واصبح عندي الشكل الايه المنظوري مرسوم بالشكل ومكن نكون شرحنا ادات مين البرسبكتف بشكل بسيط وبشكل ايه يقدر يساعدني ان نرسم اي شكل منظوري زي ما انا عايز شكرا وإلى اللقاء في محاضرة قادمة